اعتاد العراقيون في كل ليلة صيفية على الخروج من منازلهم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في بلد انثق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء من دون اي فائدة بسبب الفساد وارتباط الملف بصراع واشنطن وطهران ومع تصعد الاصوات المطالبة باجاد حل للازمة المتجددة سنويا اطل رئيس الحكومة السوداني ليعلن عن التوصل الى اتفاق مع طهران لمقايضة الغاز الايراني بالنفط الخام والاسود العراقي معترفا بنفس الوقت بحجم المعاناة التي يعيشها العراقي سنويا بسبب تبعات انقطاع التيار الكهربائي نتوقع اكو ازمة راح يصير معروفة عندنا هذه القضية وبالتحديد في بداية فصل الصيف في كل موسم تحصل هذه الازمة ويسمع المواطن انه توقف الغاز توقفت البحطات الكهرباء وبدأت هذه الخدمة تسوء بالشكل الذي يعاني منه المواطن دائما ويأتي توقيع اتفاق استيراد الغاز من ايران في ظل عدم وجود مؤشرات على حل جذري لازمة الكهرباء اذ ان الاعتماد على الغاز الايراني دائما ما يجعل العراق تحت الضغوط السياسية والاقتصادية ويناله شرار من العقوبات الامريكية المفروضة على ايران كما ان طهران سبق لها ان كررت قطع امدادات الغاز عن العراق دون ذريعة ملموسة كما هو الحال بالنسبة لقطعها الروافد المائية وبالنسبة للاتفاق الجديد الذي وقعه السوداني فانه ايضا بلا ضمانات كما يقول خبراء ولم يضع خطوطا واضحة لمنع استغلال هذا الملف لاسباب سياسية من قبل النظام في طهران الذي يسعى للاتفاف على العقوبات الامريكية وفي ظل غياب حلول وطنية تجعل الكهرباء انتاجا محليا فان مشكلة الانقطاع ستتفاقم بسبب الفساد المستشري ونهب تخصيصات وزارة الكهرباء كما ان طهران تتعمد استنزاف اموال العراق وتمنع اقامة مشاريع لاستثمار الغاز العراقي او تنويع مصادر الطاقة لانها لا تريد ان تقطع عن نفسها موردا ماليا كبيرا تحصله من العراق ترجمة نانسي قنقر